تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاما حيث ستستمر المحكمة لمدة 6 أيام في الفترة ما بين 19 و 26 من فبراير الجاري